مكتب التربية والتعليم هو واحد من إجمال المكاتب الخدمية في محافظة أبيان الذي عاد إلى العمل في عاصمة المحافظة زنجبار بينما تؤدي أغلب المكاتب الخدمية بما فيها السلطة المحلية عملها من محافظة أبيان بين عدن وأبيان مسافات كبيرة لكن الجيش اختصر كل ذلك وأسقط تجربته التي خاضها في عدن على أبيان إعلان الجيش الوطني تحرير أغلب مدن المحافظة ومدرياتها من تنظيم القاعدة الإرهابي فيما تقول السلطات المحلية إنه استكمال للمرحلة الأولى لكنه والعهدة على الشهود هنا لم يختلف الوضع كثيرا حتى الآن بالنسبة للحياة في المحافظة التي يقول المسؤولون إنها ستشهد مرحلة ثانية زنجبار وجعار والمحفد وغيرها الكثير من المناطق ما تزال تشهد تراجعا في الخدمات الأساسية وغيابا شبه كامل للكهرباء والمياه والقطاع الصحي في ظل المخاوف من تنامي الإهمال الرسمي وتناسي المحافظة وهو ما يهدد أيضا بتحويل أبيان إلى بيئة خصبة للجماعة الإرهابية وتكريس الصورة الذهنية السلبية عن المحافظة خصوصا وأن بعض المديريات كسرار ورصد ما تزال خارج نطاق العمليات العسكرية للجيش إذن ليس هناك ما هو أصعب من تحرير محافظة أبيان عسكريا سوى إثبات ذلك عمليا ففكرة تحرير أي مدينة يتطلب أيضا مواصلة الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وعودة سلطة الدولة وتسير حياة الناس وشؤونهم الطبيعية في مقدمتها تلبية الاحتياجات والخدمات التي تلامس هموم المواطن اليومية حتى الآن تبدو أبيان خارجة قليلا عن هذه الفكرة وعودتها على الأقل إلى ما كانت عليها في السابق بات مطلبا ضروريا وإن بدت مشقة تطبيع الحياة أكبر من حجم التحديات التي تعيشها المحافظة يبقى المطلوب هو إثبات السلطة الشرعية حضورها في أبيان حتى لا تترك الباب مواربا أمام الجماعات الإرهابية اشتركوا في القناة